معبرين عن رفضهم لتراجع الحكومة عن قرارها بإلزام الوافدين القادمين من بلدانهم بإجراء فحص الPCR للتأكد من خلوهم من فايروس كورونا المستجد دعا نوابنا الحكومة إلى التزام قراراتها الاحترازية بشأن دخول المقيمين إلى الكويت مشددين على رفضهم التراجع عن إلزام الوافدين المتواجدين خارج البلاد بإحضار شهادة الخلو من كورونا مؤكدين على أن المواثيق الدولية تقر بحق أي بلد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية أمنها القومي والصحي لشعبها ومن يقيم على أرضها قرار الحكومة إعادة النظر في هذه الإجراءات رأى فيه بعض النواب أنه يخضع البلاد لتهديد صحي لا يمكن التهاون فيه فالأمن الصحي خط أحمر يستدعي مثل هذه الإجراءات للتراجع عنها الحكومة التي باتت بين خيارين لا ثالث لهما عليها الخروج بتفسير واضح وآلية محددة تبرر إلغاء هذا القرار الذي له تأثير على صحة أهل الكويت أو المواجهة مع أعضاء مجلس الأمة الذين حملوها المسئولية عن الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين مشددين على الاستمرار بإلزام الوافدين للكويت إحضار شهادة الخلو وعدم الاستجابة لأي ضغوط سياسية